اعلن بكم من جديد من اكسبو 2020 دبي اعلنت دولة قطر عن تفاصيل استضافتها لأكسبو 2023 للبستن في الدوحة والممتد من اكتوبر 2023 الى مارس 2024 الزميل محمود حمدان يكشف لنا المزيد من تفاصيل هذا الاعلان مع ضيفه سيد محمد الخوري الامين العام لأكسبو 2023 الدوحة للبستن نعم تحية لكم زملائي في الستوديو وتحية لكم مشاهدين مجددا من هنا من اكسبو 2020 دبي نتابع معكم الاحداث والمبادرات والاخبار اولا باول ونتحدث عن خبر جديد ومبادرة من الشقيقة قطر هنا من خلال اكسبو 2020 دبي يتم الاعلان عن اكسبو 2023 الدوحة للبستن هذا الاعلان تمم هنا من خلال من داخل المركز الاعلامي في اكسبو 2020 دبي نتعرف اكثر على هذا الحدث ما الفرق بينه وبين اكسبو بشكل عام ما الذي يميزه وماذا سيتضمن مع ضيفنا اليوم السيد محمد الخوري الامين العام لأكسبو 2023 الدوحة للبستن اهلا وسهلا بك مرحبا حياكم الله الله يحييك يعني بداية لنتعرف على هذا الحدث ما هو وما الفرق بينه وبين اكسبو بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية احنا نشكر القائمين على اكسبو دبي 2020 وكافة التسييرات اللي قدموها لنا للاعلان عن اكسبو الدوحة 2023 للبستن طبعا مثل ما تفضلت احنا اكسبو متخصص في البستن كلاس اي يقام ان شاء الله لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتطلع ان شاء الله لمشاركة اكثر من ثمانين دولة ومتوقع زيارة اكثر من ثلاث ملايين زار يعني الاكسبو متخصص في البستن الرؤية ان شاء الله رؤيتنا احنا في الاكسبو صحراء خضراء بيئة افضل هاجس عالمي الآن الزراعة وتقليل الانبعاثات الكربونية وكيف ان نستفيد من المزارع اللي موجودة في منطقة الخليج كل هذه المحاور راح يتم مناقشتها وتقديم ابحاث لها ان شاء الله في اكسبو الدوحة للبستن نعم يعني لو نتحدث عن الفرق من خلال نوعية المشاركين نوعية الزوار وايضا ما سيطرح من تقنيات في هذا الحدث طبعا الاكسبو مثل ما قلت لك ان احنا متخصصين في البستن وكل ما يخص المجال الزراعي والبيئي والاستدامة احنا توجهنا للاستفادة من التقنيات العالمية والابحاث طبعا بيكون في مبادرات راح تقدم او تبتدي ابحاثها في اكسبو الدوحة وراح تستمر ان شاء الله ويعود النفع عليها للمنطقة ويعني المناطق الصحراوية بشكل عام احنا يعني نحاول خلال الستة اشهر ان هناك تقدم ابحاث وابتكارات علمية للاستفادة منها في منطقة الخليج لتقليل استخدام المياه والمصادر احنا نتدري دول صحراوية ومصادر المياه يعني شحيحة ايضا الجو عندنا قاسي خصا في فصل الصيف فهناك تقنيات حديثة من استخدام بيوت مبردة تستخدم طاقة بشكل مستدام ايضا يعني تقدم حلول لان تكون فيه انتاج وفير للمزارة بتكلفة اقل وايضا بالمحافظة على الموارد المائية ونحن بدورنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح سيد محمد الخوري الأمين عام لإكس بو عشرين تلاتة وعشرين الدوحة للبستنة شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة السريعة ومن هنا من المركز الاعلامي في إكس بو عشرين عشرين دبي نعود اليكم مجددا إلى الستوديو شكرا جزيلا لكم